اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان رئيسين عقدا مباحثات تضمنت ترحيب السيد الرئيس بزيارة رئيس بجيروفيتش لمصر والتي تأتي كأول زيارة رسمية على هذا المستوى الرفيع منذ 14 عاما حيث تم تأكيد متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وما تشاكله الزيارة من فرصة لتعزيز التعاون المشترك والدفع به الى افاق ارحب كما تناولت المباحثات الاوضاع الاقليمية والدولية حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار بقطاع غزة وشدد السيد الرئيس على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتوصل الى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية من خلال اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة